صباح الخير النهاردة هنعمل ايه؟ دايما بلتب معاكو القوضة من على الوش كده وما دخلكمش بقى في تفاصيل اكتر يعني ما شفتوش عفانتي في التفاصيل كده من جوا المهم عشان ازهقت فكررت ان انا النهاردة هنضف القوضة معاكو وهنروح مع بعض الدرس لو اول مرة تشرفوني فاهلا بيكم في ماي تشالنج على اليوتيوب انا اسم يوسف وادخول على الفيديوهات كلها علشان تعرفو انا بقدم ايه بصوا يا جماعة انا جبت الكوميديين وده من مكانه اللي انتوا دايما بتشوفوه وفتحت اليدراج علشان اوريكو اليدراج مبهدلة ازاي كزا حاجة محطوطة في الدرج ملهاش اي ستين لازمه ببعضها ومعرفش ايه اللي جابه هنا ومعرفش ايه المنظر ده ده شوية ورق ملهوش لازمة على الكيو ارهاد بقى والكرود بتاعت الحجوز بتاعت الدروس وإقلام متفتحها ومقاصة معرفش بيعمل ايه في الدرج وده الغطى بتاع العلبة الخاضرة دي وهو مكسور فأنا هرميه المهم ان انا بدأت ان انا للم الإقلام اللي هي لسه ما استخدمتهاش في العلبة بتاعتها وإقلام الألوان دي ساعات باستخدمها وانا بذاكر كده بعلم بها حاجات او كده فحطتها في العلبة وعايز اقول لكم لقيت والله عندي في الدرج معرفش كد بتعمل ايه في الدرج حرفيا يعني انا ما بشرفش تجاير معرفش ايه اللي جاب والله عندي في الدرج وغطى ازازة مية موجودة عندي في الدرج وكرود فكة وهي خط وي بتاع التابلوب بتاع المدرسة ومنقلة وحاجات غريبة كده معرفش ايه كل الحاجات دي بتعمل ايه عندي في الدرج معرفش المهم مسحت الدرج وبدأت كل الحاجات دي المهم بدأت بقى ان انا رتب الدرج حطيت في الحاجات الشخصية بتاعتي الكريم الاسبري البرفنات المراية الشيفنج بتاع الدقن والشانب والحاجات دي وحطيت بقى كل الادوية اللي انا استخدامها سواء في فيتامينات او ادوية الحاجات تانية يعني والأوميجا سري والمرهم بتاع الحبوب وحطيت بقى الشامبهوت بتاع الإشرة اللي انا بستخدامها وخلص كده اول درج خلص نخش بقى على تاني درج اللي فيه المشترك والسلوك والمصاحف معرفش ليه الدرج ده كله برضو متلغبط فمساحته وبدأت ان انا ارتبه وخليت المصاحف في الدرج ده الوحدها من غير ما يكون معاه مشتركات او سلوك وخليت المشتركات تبقى في درج تاني تحت الوحدها مع بقى كل الحاجات اللي هي باستخدمها فيها الالكترونيات عم تاني بدأت بقى ارتب في اخر درج كان فيه دباسة حطيتها في العلبة اللي هي حطيت فيها الإقلام والدباسة وحطيت فيها الكيو ار ودي نظرة كان عندي متكسطرة طلعتها شلتها على جنب خالص شلتها من الدرج وبردو كان عندي الشاحن ده يعني كان مكسور طلعت ورميته وحطيت بقى حاجات التصوير السلفستيك والايربودز والمايكات اللي بسجل بها الصوت بدأت ادخل بقى كل مايك في الجراب بتاعه والمايك الكبير ده ده اصلا بتاع كاميرا فانا شاريه لحد ما بقى اجيبت كاميرا ان شاء الله والصغير ده اللي بس اجيلكم انه حاليا من التلفون اللي انا بصور به اصلا يعني اليوتيوب ده من زمان وانا حلم انه انا يكون عندي كنوع على اليوتيوب ويكون في ناس كتير بيتتابعين وكده بس طبعا انت مش بنسبالي كمتابعين بس يعني انتو زي اخوتي واكتر كمان المهمة حطيت التابلت والمشتركات واخر درج ده كده زبطته زبطت الكومدينو كله والحاجات اللي ملهاش لازمة رميتها في الزبالة لان انا من اول السنة ما كنتش بزبطه الصراحة التصبيطة دي كنت باعه كاي حاجة فيه خلاص مسحت بقى تحتيه وكنست تحتيه بعد كده هرجع رجعه تاني لما الارض تنشف ده الورق اللي طلعته اللي ملهوش لازمة والورق ده عبارة عن هنا كنت لقيتها 10 جنيه بس لقيتها مقطوعة المهم الورق ده كان بقى تذكر الاوتوبيسات اللي بركبها على حاجات باخدها في السنتر بتتوزع علينا منهاش اي لازمة لو ام جمعتهم ورميتهم والعشرة جنيه خليتها على جنب قلت لو لقيت الجزء اللي تقطع منها بقى ألزقه وبدأ تمسح الكومدينو بقى الازاز والكومدينو من على الوش كده بعدين هرجعه مكانه وبصوا يا جماعة الحاجات دي انا بعملها لان انا بحب بقى رواء قطي بنفسي ما بحبش ان حد استنان هو يرواء هالي او كده ودايما انا بقولوك الجملة دي في كل فيديو ان احنا في البيت عمتا كل واحد بيرواء قط كل واحد بيعمل اللي عليه كل واحد مسؤول من حاجة لازم ان يخلصها مش هقعد مستني ان امامة تخش ترواء لي قطي او انها تشوفها اكتلاق خلاص يعني انا جبرت على الكلام ده ولازم اعتمد على نفسي عشان لو عشت في اي مكان لوحدي قادر ان انا اكون يعني القطة بتاعت كده نظيفة مش مبهدلها المهم انا شلت اللابتوب في الشنطة والفلوس اللي لقيتها في الدراج شلتها على جنب ورتبت المكتب من فوق وشلت الكتب اللي جنبيه ومسحت برضو تحتهم وتحت المكتب يقول انتو كمان لو قدتكم اتبهدلة افتحوا الدوليب ونظفوها والمكاتب وكده لو في اي حاجة متنعكشها وقوموا رتبوها عشان تبقى الدنيا حلوة كده وانتو قاعدين بتتذكروا بعد بقى ما الشنطة الشنطة بعد ما الارض نشفت حطيت الشنطة وحطيت الكتب رجعتها مكانة وبدأتها مسح في التراويزة وقمت مرجع بقى الاقلام عايز اقولك ان انا مضيع اصلا نصف الغطيان بتاعهم وعلقت الشنطة بتاعت الدروس على الشماعة ورا الباب ومسحت بقى بقيت القودة كلها وتحت السرير وكل حتة يعني مسحتها بعد كده بدأت ان انا قاعد الملاية بتاعت السرير لانه كل شوية تنعكش عشان بعض عليه وبنام عليه يعني كلنا عارفين الحاجات دي وخدت البطانية بتاعتي نشرتها في الشمس انا عمتها منش بحب اتغطى في السيب بس الجو هنا حرفيا بالليل بيبقى سععة جدا المهم حطيت بقى كتب الانجليزي وعلشان عندي درس انجليزي فهاقعد زاك شوية انجليزي ورصيت شوية برفان كده من اللي انا دايما قطت لكم لازمان نرصهم علشان ان احنا نشم ريحة واحدة في مكان واحد وكنت قال الموضوع ده قبل كده في فيديو قديم يعني وحطيت بقى اكل للعصافير بعد كده قعدت بقى عشان نذكر انجليزي كنت اعمل شاي بلبن بعدين بقى كان مفضلي حاجات في الواجب ما كنتش حلتها يعني صراحة ما كنتش حالي الواجب كله يعني كان مفضلي ثلاث صفحات كده او صفحتين المهم بدأت ان انا احلي فيهم وكنت مخلي جنبي اللي هو الكتاب الجلد دوت عشان فيه الجرامر لما كان مثلا سؤالي يقف معايا كنت بارجعله ولو في كلمة اول مرة اشوفها بقوم معلم عليها بالقلم اللي احمر دي عشان في الاخر خالص اجمع الكلمات اللي انا اول مرة اشوفها واحفظهم واعرف معاناهم كويس فاهميني قاسو دي هنا خلاص كنت خلصت الواجب وهبدأ بقى ان انا علم الحاجات دي في الشنطة بتاعت الدرس بعد كده بقى ايه هاخدكم معايا الدرس بسرعة كده بزاي كل مرة يعني بصور معاكم بتفاصيل بعدين هنا بقى ايه جهزت اللفس طلعت الشرطة بيد وبنطلون ميلتون ما بحبش انزل خالص دي روس بجنس ولا باي حاجة تخنقني بحب كده تالي هدوم تبقى واسعة ومريحة مش مهم هي وحشة ولا مش وحشة مفرش معايا المظهر خالص اهم حاجة ان انا كن مرتاح انا بقعد خمس ساعات في السنتر ببقى حرفيا عايزة البس اي حاجة زبرت كده حاجة مش هدوم خروج فاهميني الفكرة المهم نزلت من البيت وكنت بصور لكم الزرع لان انا بحب الزرع جدا فاكت حابب يعنى اشاركوا حاجة بحبه بعد كده خلاص ركبت الميكروباست والمرادي بقى انزلت بدري غير كل مرة فلحقت ان انا عد قدام فداي انجاز في حد ذاته يعني حرفيا داي انجاز ان انا نزلت بدري وبطلت ان انا كسل ونزل متأخرا لان انا كنت دايما بنزل بدري مععرفش اللي حصل لي بقى وكنت بنزل متأخر بس الحمد لله المرة دي وصلت بدري ولحقيت ان انا قعد قدام ودخلت سجلت هنا وصلت عند السنتر وكنت دخلت دفعت في ريس الحصة 60 جنيه في منكوا اتضايقوا جدا الحصة ب60 جنيه بس ده الواقع الحصة عندنا ب60 جنيه للأسف المهم يا شباب سجلت وهنا كانت بتختم لي الحضور بعد كده بقى دخلت قعدت قدام وعشان جيت بدري كان الاسيستنت موجود كان بيحل معنا الواجب كان بيحل معنا شوية اخطاء او اسئلة كانت في نموذج الاجابة محلولة غلط فكان بيحلها معنا هنا الحيطة دي كان مكتوب عليها هجر وحمدي وحطين قلب اتنين قرروا يكتبوا كسة حبوهم على الحيطة في السنتر المهم هنا بدأنا امتحان والامتحان ده مش بيتصحح ولا بيبع عليه درجات المتحان بنخلصه وبيتحل في قلب الحصة ولمستر بيخش الحلم المهم هنا ما كانش لسه المستر دخل هنا كان ده بيحل معنا الواجب اللي هو الاسيستنت يعني كان بيشوف الاسئلة اللي وقف معنا وكان بيحلها بعد كده المستر دخل وبدأ ان هو يشرح في الجزء الاول من الحصة بعد كده ادانا بريك وهنا كنت بحاول ان انا انزل من السنتر علشان اروح اجيب حاجة بس ما كان لحدش ردي ينزلنا كنت جعان وعطشان وزي ما اقلت لكم انا باعرفش افطر اصلا اول ما بصحه يعني كل ده على كوبات الشاب لبقى المهم المستر رجع وشرح الجزء التاني من الحصة وهنا بقى خلاص كنت هنروح فطلعت والحمد الله كان يعني كان معادنا في الحصة خمس ساعات اول ما نزلت بقى رحت على السوبر ماركت علشان اجيب حاجة كلها اشتريت كيس شبسي وايس كريم الصراحة ما معرفش ايه لعك كده بس ده اللي لقيته قدامي كده وجبته لا واكلت الايس كريم بعدين اكلت الشبسي يعني اللي هو فيه اره في معدتي دلوقتي بعدين رحت علشان اركب الموصلات وهنا خلاص ركبت وبعد كده بقى هروح البيت عرفيا خلاص فصلت يعني اول ما روحت مقدرتش ان انا اعمل حاجة ولا اذاكرت ولا اي حاجة دخلت البيت غسلت سناني وغسلت وشي وتوضيت وصلت العيشة بعد كده نمت ده كل اللي عملته اول ما روحت لان انا كنت صحي بدري جدا من الصبح روقت القوضة وعدت اذاكر قبل منزل فده كل اللي عملته وبس كده وصلنا لنهاية الفيديو لو اول مرة تشبهوني اتمنى ان تشتركوا في القناة وتتابعوا الوديوهات اللي جاية وبحبوكو جدا واشوفكو على وديو جديد يلا بايت اسبع على خير